ازوجت من مطلب المشهود وحققت مجاحا كبيرا في مستلسل 55 قصة حب الفنانة المصرية الجميلة هيبا ميكدي ولدت في القاهرة عام 1988 درست النقد المسرحي في كولفية الآداء بجامعة عين شمس ودرست أيضا في معهد الموسيقى العربية ورديها موهبة رقص البالي منذ أن كان عمرها خمس سنوات بدأت مسيرتها الفنية إلى الانتحاقها بدار الأوبيرا المصرية تحت خيادة الدكتور جمال سلامي ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها حينها آمال ماهر وبعدها شاركت في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عام فؤاد كان ذلك عام 1998 أول أعماية التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان وكانت حينها في الصف الرابع الابتدائي إلى جانب الفنانة سمية الخشاب وشاركت أيضا في العديد من مسلسلات الأطفال وكذلك في مسلسل عائلة مجنونة بفتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي أما عن بداياتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين ثم مسلسل الإمبراطور وإمرأة من نار وبعدها قامت في دورها في مسلسل مباراة زوجية ثم في مسلسل سارة وحققت نجاحا كبيرا إلى لحكاية عيشها بفرحة في مسلسل 55 قصة حف أي ستصدر هذا المسلسل تترين طوال فترة عرضه وهو مأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود ويتكلم عن ذوي الإعاقة الذين لم يأخذوا حقهم في الاهتمام من قبل المجتمع وعلى الصعيد الشخصي تزوجت عام 2016 من الفنان المصري محمد محسن وفي عام 2017 تزوجت بطفلة اسمتها دهب وفي عام 2021 تزوجت بطفل اسمت فموسة وعن علاقتها بزوجها قالت نحن في المنزل ثوجان عاديان والفن ينتهي عند باب المنزل ونحرص على تربية ابنتنا ذهب وإسعادها كشفت أن ابنتها تشبه والدها إلى حد كبير في الإسرار والعناد وكذلك الذكاء وخفة الظل جمال الصوت والأذن الموسيقية كما أنها تهوى عروض الأزياء وأنتم ما هو رأيكم بالفنانة المصرية هيبا مكدي وما هو دورها المفضل بالنسبة لكم شاركونا بالتعليقات